ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورغبات الأهالي فيها من الخدمات الإسكانية وفقا للمعايير المعتمدة منوها سموه بأن ما تم تنفيذه في العملية الإسكانية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يعد إنجازا وطنيا كبيرا وأن العمل سيتواصل للتوسع فيها وتابع سموه ضمن ذات السياق سير العمل في المشاريع الإسكانية الحكومية ومستوى الإنجازات فيها من خلال التقرير الذي عرضه في هذا الخصوص وزير الإسكان من جهة أخرى فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التنمية الحضرية المستدامة وضرورة تسجيع الطرق المبتكرة في تنفيذ المشاريع التي تقدم إسهاما اجتماعيا وبيئيا وتعمل على حماية مستقبل المدن واستدامتها حيث تنسموه على توثيق التعاون البنائي بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خاصة في ظل العلاقة الإيجابية الممتدة بين مملكة البحرين وموئل الأمم المتحدة فيما أحاط وزير الإسكان المجلسة بنتائج الاجتماع التحضري الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة والمعنية بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الموئل الثالث الذي عقد مؤخرا في إندونيسيا وبالمشاركة الفاعلة لمملكة البحرين فيها والتي تعكس اهتمامها بقضايا التنمية الحضرية المستدامة وقضايا الإسكان والتعمير والتعاون البنائي بين مملكة البحرين والموئل والذي منحت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان وإطلاق جائزة الأمير خليفة بن سلمان الخليفة في مجال التنمية الحضرية والإسكان بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضاعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي بحث مجلس الوزراء خطة وطنية تعالج المشاكل والظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة وتضع الحلول لها وقد شرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية محاور هذه الخطة وأسلوب تنفيذها والتوسيات الواردة فيها فقرر مجلس الوزراء في ضوء تل ذلك إحالة الخطة إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ثانيا بحث مجلس الوزراء تبني المعايير الدولية الجديدة لتبادل المعلومات في المسائل الضريبية بشكل تلقائي والتي اعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية حيث شرح وزير المالية هذه المعايير والمعلومات الواجب تبادلها والتنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات المختلفة ذات العلاقة في المملكة للعمل بها حيث قرر مجلس الوزراء حالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بعدها وفق مجلس الوزراء على إضافة مادة الباناعة إلى المجموعة الأولى من الجدول رقم واحد للملحق بالقانون رقم خمسة عشر لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة رابعا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي يسمح بموجبه لعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة إضافية أسوة بموظفي القطاعين الحكومي والعسكري وذلك في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم بهذا الخصوص من مجلس النواب وقرر المجلس أن يحال إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة برقم 36 مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله خامسا بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب والأول يتعلق بتخصيص مواقف للسيارات بأم الحصم والثاني بشأن لعبي منتخب البحرين لليد والثالث بخصوص عادة توجيه الدعم عن البنزين والرابع عن الأجانب في الوزراء والجهات الحكومية حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزرية للشؤون القانونية